طيب ما شروط ما شروط التيمم شروط التيمم ربما لا نقوى على يعني لا نصح إكماله لكن سنتحدث عنه قليلا أو سنكمله في اللقاء القادم إن شاء الله بس نتحدث عن شروط الآن يعني نتوقف عند شروط صحة التيمم ما شروط صحة تيمم يعني متى يكون الإنسان أو متى يكون التيمم صحيحا بمعنى الشروط التي يجب أن تتحقق حتى يكون التيمم صحيحا لأن قلنا التيمم هذه طهارة بديلة وليست أصلية الأصيلة هي الغسل فأسباب أو شروط التيمم أولا دخول الوقت دخول الوقت بمعنى الإنسان لا يتيمم قبل دخول الوقت بخلاف الوضوء بخلاف الوضوء الوضوء له أن يتيمم قبل دخول الوقت ودليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخر الآية إذا ولا نقوم للصلاة إلا إذا دخل وقتها طيب هذه في الوضوء فمن السنة وضحت السنة أن يصح لنا أن نتوضى قبل دخول الوقت لاحظوا لأن السنة مبينة ومفصلة لما جاء مجملا في القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا جواز الوضوء قبل دخول الوقت وبقي التيمم على حاله أي لا يتيمم الإنسان إلا بعد دخول الوقت وهناك رأي آخر يقول بجواز التيمم قبل دخول الوقت ولكن ما عليه الجمهور جمهور العلماء أنه لابد من اشتراطه فلابد من اشتراط الوقت فلا يصلي أكثر من صلاة إلا إذا كان في حالة الجمع أو صلاة يصلي بعد فريضة أو قبل فريضة كان يتيمم للفقر ويصلي سنة الفقر وفريضة الفقر أو يتيمم للظهر فيصلي فريضة الظهر وسنة الظهر وطاعة الظهر إلى آخره كذلك من شروطه شروط صحة تيمم طلب الماء والاقتهاد فيه بالنفس يعني لأن الآية الكريمة تشعر بهذا الشرط وهي قوله تعالى فإن لم تجدوا ما فلم تجدوا ما فلم تجدوا ما يعني الله تبارك وتعالى يقول فلم تجدوا ما فتيمموا طيب متى نقول ما وقدنا الشيء يعني لو واحد غاب علي شيء ما أول ماذا يفعل يفعل يبحث عنه يدور عنه بعد التدوير بعد أن يدور عنه يبحث عنه يفتش وكذا يقول ما وقدت شيء فلاني ولذلك هنا لا بد من البحث عن الماء ففي حالة فبعد البحث وعدم العثور على الماء هنا يكون أو يصح التيمم نعم إذا كان في ذلك المكان يعني صاحب هذا الإنسان يعرف أن هذا المكان قد بحث عنه وإنه لا يوجد ما وليس له هناك آثار على نزول الأمطار الأودية وغيرها ففي هذه الحالة العلماء قالوا يعني إذا ذهب إلى ذلك المكان وأراد أن يتأمم فليتأمم ليس شرطاً أن يبحث عن الماء لأنه هذا المكان قد قربه وبحث في الماضي عن الماء ولم يجده وليست هناك علامة من علامات التي تدل على نزول الغيث في هذا المكان يعني في وقت قريب بحيث أنه يمكن يترك بعض الحياض بعض الاشتقمعات المائية فبالتالي فعليه أن يبحث عن الماء ليجد لذلك طلب الماء فقد علق الشارع جواز التيمم على عدم الماء وعدم القدرة عليه ولا يتحقق ذلك إلا بعد الطلب ولا يتحقق ذلك إلا بعد الطلب